بسم الله الرحمن الرحيم في الأول طبعا برحم بحضراتكم وبشكر حضراتكم على التقدمة بشكر دكتور كريم لأنه برضو عمل تمهيد لضيباتك ردينو باسي طبعا زي أي بريزنتيشن بلوبة احنا من الثانيين في الآخر ناخد الهوم ميسيج أنا أهدى حضراتكم الهوم ميسيج في الأول بس مش على البرزنتيشن احنا في القاعة كلنا كده حاجة من اتنين يا ضيباتك يا نان ضيباتك في نوع ثالث ما ظننا شان في نوع ثالث الضيباتك يهمهم إيه معايا في الضيباتك ردينو باسي إن هو كنت أسأل النبي عن الشر والصحابة يسألونا عن الخير ما خافت أنا أقع فيه فأنا أقول لك زبط سكرك عشان ما توباش ضيباتك ردينو باسي صح ولا لا؟ طب لو أنت نان ضيباتك بعرفك إيه اللي هيحصل عشان عيانك تحفظ عليه إزاي المشكلة عند النان ضيباتك الفكرة إن أنا أبقى أعارف الحاجة عشان أبقى أمتابع المريض بتاعي من المشاكل اللي أنا هحكيها لحضراتكم دي أتفقنا؟ طيب كل اللي قاعدين اللي لابسين ندارة هنعمل تيست صغير خالص كده بس محدش ينفيزه يعني لو مسك ندارته وخلعها وعمل عليها بخار مية أو رش عليها مية أو مسكها ببصمات إيدي ولبسها تاني بقى ميلد ضيباتك ريتينوباسي هو بقى ميلد ليه؟ شوف الرؤية بقى لو عجبك عيانك حاسس بدا لو حضرتك أهملت في جزء الأفصالمولوجي أنت بتوصله للمرحلة دي من أعظم نعم ربنا علينا البصر هي 22 ملي يا معادة الدكتور 22 ملي لكن ربنا بيوريك منها الكون الفسيح تعالى أي حد كوادر بليجيك قاعد على السرير في البيت بس يشايف عشر على عشر حالته إيه النفسية؟ روتانا سينما مش هتقدر تغمض عنيك منتهى السعادة صح ولا لأ؟ تعالى العكس صحة ما لهاش حل وعضلاته وبضي بلت روعة بس عنده مشكلة في النظر مبسوط ألا مش مبسوط؟ ده قلم السنين والبيت كمان زعلان معاه ليه بقى؟ لأنه لازم حد يود بابا أو يود ماما السرير الحمام كوب بيتي الشامي شايفاها وتبقى مأساة ومعاناة احنا النهاردة بنقول ناخد بالنا من الضيابات الكريتينوباسي عشان ما نقعش فيه وناخد بالنا من المرضى بتوعنا وده ما يهوم مسيج انترو بسيط السكر لو ما تزبطش عن كنترول ديبيتس ممكن يأثر لع الجسم كله زي ما طبعا حضراتكم عارفين أنا بقى أخص بالذكر أنه عندي ممكن يعمل مشكلة في العين جولوكوما أو ممكن يعمل لكاتراجت أو ممكن يعمل لضيابات الكريتينوباسي خاصة بالعين خلاص فضلا عن باقي الجسم لما بيجيلي الكمبليكيشن بتاع الديبيتس خلاص بتبقى مشكلة خالص على كل الجسم خاصة العين طب هل العين هي المشكلة بس نعمل للمشكلة في الرتنا يبقى أنا كده نظري محدود قوي كدكتور رمض يعني لكن خلي بالك بيغير الرفراكشن بتاعك يجي العين يقول أنا مزاغ الليل لا عارف أقرأ ولا عارف أشوف اللي قدامي خلاص طب يبقى مشكلة بيغير الرفراكشن الهايبو جليسيميا والهايبر جليسيميا بياخدني ناحية يأم الميوبيا بالسالب يأم الهايبر متروبيا بايه بالبلس وفي كل الحالتين لو زبطط له نظارة وهو سكره مش مزبوط حلم خالص شايف زي الفل زي الدكتور عثمان كده طب تعال السكر تزبط النظارة زي غليلت هيقول لك إيه ده أنا مش شايف سكاري بايز ويفضل يغير دكتور السكر لأنه هو قاس نظارة غلط فناخد بالنا بيأثر على الرفراكشن يأثر على الرفراكشن فيطلع لي مشكلة مع الميوبيا أو الهايبر متروبيا طيب تأثير السكر على العين من أبسط الحاجات تخيلوا المنظر الجميل ده خلاص هو مش جميل قوي لكن أنا ممكن أشخص منه سكر هو عندي أقول له أنت حللت سكر قبل كده لأنه ملوش سبب تاني عندي طب الصورة دي بتوبة أي بيلاترال ديزيز سابكنشاكتايفل هيبريميا اللؤلؤة اللي عندنا والجوهرة اللي ربنا منحلنا اللي هي عينك الجميلة دي اللي شايف بيها تكون ربنا الفسيح ومستمتع بالسحل الشمالي والجنوبي والحاجات دي أنت مستمتع بعينيك مش مستمتع بحاجة تاني يعني أنت بتبصي الله حتى الأكل مجرد ما تشبع راح بس السعادة في عينيك انتفقنا فده النورمال أناتومي بتاعي تخيل لو جالي شوية مشكلة مع ضيبة كرتونوباس زي ما أوضح لحضراتكم هنعمل خلل في بتاع العين نفسها وتبقى الرؤية مش مش جميلة بنقول لردتونوباسي ده عبارة عن مستمبرتن تاوكلر كومبليكيشن مع الضيابيتيس وهو أكتر حاجة سيريس عندي كدكتور رامض البيدي آر اللي هو البروليفراتيف عندي اللي هو يقولك مترعرق وغير مترعرق بتوع اللي جان الطبية عشان خاطر اللي هياخد معاش وليعمل كرت خدمات متكاملة وكلنا عايزين كرت خدمات متكاملة عشان نجيب عربية من غير ضرائب بره فدي فرصة كويسة للناس الضيابتك يا طرى الرزك فاكتور عندي إيه وأنا دكتور سكر وعايز أخد بالي من العين بتاعي خلي بالي أن معظم العين اللي أشخصهم قبل 30 سنة 50% منهم بعد 10 سنين ده مش جايلي من أول ما تشخص لا ده هو عنده مشكلة من قبل كده فأول ما شخصه أقول لعمل قاع عين على طول وتسعين في المية من الضيابت كرتينوباسي بعد 30 سنة البور متابوليك كنترول ليس امبورتنت طب أنا جايز في حرط السقايين يعني متابوليك والكلام ده أنا مال ومال الرمض والكلام ده كله ده قصتك لكن أنا عايز أقول لحضرتك حافظ على عينك وعين العين بتاعك عن طريق الحاجات اللي أقولها لحضرتك ريسك فاكتور البريجنانسي طبعا وخصوصا توكسيميا وسبريجنانسي الهايبر تينشن وده كاتيجوري كبير نيف روباسي زي الدكتور كريم بي متفضل مشكورا وقال وشوية حاجات زي الأوبيسيتي ريسك فاكتور عندي هايبر لبيديميا أنيميا طيب احنا مش كلام علم لأن انتم أهل علم لكن أقول أنا لو جالي حد عندي فعادة الرمض أنا مش فاتح بريبت في الفيوم وطمينه يعني فجال عندي فمش يجل بريبت فلو جالي عد من المرضى أعمل إيه أول حاجة أقول له سكر تراكومي لو أكتر من عشرة من غير ما أعرف قاع العين شكله إيه أحلف بالعظيم إنه عنده مصيبة في العين عنده مشكلة يعني هلاقي فايندينج من الحاجات اللي أقولها ليه بقى يا حضرات الشبكية عند اللي هي ريتنا دي عبارة عن عشر طبقات تحت بعض قاع العين يا حضرات أنا ببص على السجادة اللي هي السطح دي الله جميلة طيب إش عرفني البلاط اللي تحتها مكسر النمل اللي تحت السجادة وضعه إيه ده أنا عندي كنوز تحت السجادة دي أنا بشوف السطح بتاع الريتنا اللي هي العشر طبقات تحتها نيرف فيبر لير تحتها ريسيبتورز للفوتو ريسيبتور تحتها تحتها فعشان كده انسوا من فضلكم فحص قاع العين ننسى الكلمة دي ليه بقى مش استهان مش استهانة بيها لا إحنا عندنا دلوقتي حاجة اسمها أوسي تي بيجيب للعاشرة لير ويقدر يقول التشخيص المبكر لأمراض الشبكية يعني ايه تشخيص المبكر بسرعة كده أول ما يحصر في أول لير خلي بالنا يبقى المشكلة ايه قبل ما تطلع لحد قاع العين هكون أنا شخصتها وظبطتها طيب ايه الرسالة التانية سريعا الفيتنس أنا مش هحكي برضو كلام معلش مش كان من نص دقيقة الفيتنس أنا دكتور بطنة وسكر وكرديولوجي وجاء العين قال لي هعمل عملية رمض يا دكتور هتعمل له ايه اللي هيهم دكتور الرمض الجراح في الموضوع ده اول معلومة فيها لبس الاسبرين الاسبرين ده بيعمل عشان السيولة والانتيكواجولنت والكلام الجميل ولا أنا غلطان كلام سليم هيفرق مع دكتور الرمض الاجابة لا هيفرق مع دكتور التغدير اللي هيدي اوكلر انستيزيا لو هباش فين او كابلر ايه لآخره هيطلع ايه يقيم ما يعمل له الماتومة ودي مشكلة طبعا لو حاجة كبيرة او هيعمل آآ لكن مع دكتور الرمض انا شغال في نان بلادي في الاسبرين اوقفوا لان اللي في سيفنج مور زان فيجن سيفنج النقطة التانية ان او ما يجي لحد سكر طيب وان لازم اعمل له فاندس احنا قلنا نلغي كلمة فاندس على قد ما نقدر مش عشان عيب عشان فيه ما هو ادق اللي هو الاو سي تي اعمل له اشعة مقطعية لطبقات الشبكية وده موجود نفق الدولة وتأمين صحي في ري فيش هي مشكلة خالص وفي البرايفت برضو موجود طيب تو لازم اعمل ريجولار لي خصوصا لو فيكم بلاكيشان وفي النهاية انا شكر لكم وازف للاطالة والسلام عليكم